دلوقتي جي معنا مع حضراتكم مع الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله ممكن من هذه الأخبار إطلاق فعاليات الاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد وكمان المركز القومي للبحوث حينظم ورشة عمل حول الابتكار من أجل المناخ وفي النهاردة كمان 8 مباريات قوية في الجولة الخمسة من دور المجموعات لبطول الدوري أبطال أوروبا بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فدار الإفتاء المصرية أعلنت أن النهاردة أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1444 هجرية النهاردة تنطلق فعاليات الاحتفال بمرور 50 سنة على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى بتعقدها حكومة البلدين تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد الحفلة هيستمر المدة 3 يام بحضور وزراء من حكومتين البلدين وأكتر من 1800 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمسقفين والمبدعين والإعلامين النهاردة يفتتح الدكتور أيمن عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات المؤتمر الوزاري الفرانكفوني السادس في مصر واللي بتستضيف القاهرة وبتنظمه الأكالة الجامعية للفرانكفونية في إطار النسخة التانية من الإسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية النهاردة هينظم المركز القومي للبحوث والهيئة العليا لرائد المناخ بالأمم المتحدة ورشة عمل تحت عنوان لابتكار من أجل المناخ الورشة بتستهدف تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والدعوة الأهمية لابتكار في العمل المناخي وتسهيل الترابط بين البحث العلمي والمشاريع التجارية لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الخمسة من دور المجموعات لبطول الدوري أبطال أوروبا من أهمها لقاء برشلون الأسباني مع بارن ميونيخ الألماني الساعة 9 بالليل وفي نفس التوقيت هيلتقي ليفر بول مع آيكس أمستردام اشتركوا في القناة